خليني أبدأ بظهور السيد جمال مبارك لأنه مما لا شك فيه أنه حدث حدث له دلالاته وله أهميته وله ضرورة إرايته إرايت هذا الحدث خصوصاً أنه بعد مرحلة من الهدوء النسبي والاختفاء الطوعي من السيد جمال مبارك عن المشهد العام بنلاقيه فجأة سافر خارج مصر لتقديم واجب العزاء لسمو الشيخ زايد اسم محمد بن زايد فيه وفاة الشيخ خليفة فيه يعني موقف إنساني يعني مهم وكل حاجة لكن ده خروج أول من 11 سنة صفر لأول مرة ويبقى فيه هذه المناسبة تحديدة وهو لا يحمل صفة رسمية ثم إن الصورة يعني تنشر وتوزع باعتباره شخصية عامة قادمة للعزاء فيه فقيد كبير عزيز على الأمة العربية كلها عموماً يعني ثم بعدها بأيام ينشر جمال مبارك أو يقدم رسالة بيان بالفيديو للعالم كله يكلم فيه وبيطرح فيه قصة براءة آل مبارك من تهم طرق غير شرعية فاسدة للحصول على الأموال ويدعها في بنوك أوروبا طيب خليني يعني نتوقف عند نقطة أساسية هنا أولاً لماذا الآن؟ يعني ليه جمال مبارك اخترت تحديداً التوقيت ده؟ رقم اتنين ليه باللغة الإنجليزية؟ يعني وأخصص البيان كله باللغة الإنجليزية نطقاً والبعض أشاد بفصحته الإنجليزية يعني وآخر دقائق العاطفية اللي فيهم حالة من العواطف والمشاعر الدافئة والحارة تجاه سيرة والده ومخاطبة للوالد الراحل خصصها باللغة العربية وإن كان التزم بيها بالفصحة لكن في المحصلة اللي ركن العاطفي في الخطاب أو في البيان كان مخصص لللغة العربية برضو خلينا أقول إنه من حق جمال مبارك يتكلم طبعاً مواطم مصري من حقه إنه يدافع عن نفسه يعبر عن نفسه يقول اللي هو عايزه لو إحنا ارتضينا فكرة إن إحنا مجتمع يسمح بحرية الرأي والتعبير أو دولة بتقبل التعدد والاختلاف وإن كنا إحنا مش كده لإحنا مجتمع بيسمح بالتعدد والرأي والتعبير ولإحنا دولة بتقبل ببساطة بالاختلاف فيبه هنا يعني شيء مضاعف ظهوره مضاعف مرة أخرى هل استأذن مثلاً الدولة وهو يعرف الدولة المصرية يعني يعني صعب إنك إنت ما تستأذنش في الصفر أكيد طيب في البيان ده هل استأذن؟ هل الدولة المصرية كانت تعرف أطرافاً أو نصاً لهذا البيان؟ أنا بقول ده لسبب مهم جداً إن البيان هو أقوى هجوم على القضاء المصري يعني شهده القضاء المصري أو شهدته الحالة المصرية منذ زمن طويل هاشر حداً تفصيلاً وإن كان برضو مرة أخرى أنا لا أصادر حق أحد لا سيد جمال مبارك ولا سيد علاء مبارك ولا أي حد إن يقول رأيه ويتكلم أحاول أقرأ وحلل بس المشق الرجل كان في البيان شديد الدماثة والاحترام وفي حقيقة الأمر المحنة اللي مر بيها أبناء مبارك بعد صورة يناير والمحاكمات الملاحقات المحاكمات ووقفهم في قفص الاتهام وثم وجودهم في السجن الحقيقة أظهر لدى هذين الرجلين الإبنين يعني معدن أصيل قوي فيهم تحمل فيهم صبر لم ينهروا أبداً كانوا على درجة من الصلابة والتماسك غيرهم كان ممكن يصدمهم الخروج من السلطة إلى المطاردة والملاعنة والملاحقة ومن القصور الرئاسية وغير الرئاسية إلى الزنازين أو حتى إلى أسوار يعني السجون ده كان ممكن يهز ناس كتيرة ويعني ويزلزل نفوساً كثيرة لكن هما ثبت أنه هما عندهم صلابة وثبت فعالي وانتماء للوالد والعائلة بشكل كريم ومحترم مطربين كويس ولد أصول يعني ده مهم للغاية عشان لما نيجي نختلف سياسياً يبقى احنا واضح إحنا قريبين موقفهم الإنساني إزاي؟ يعني أنا خليني أقول لنا ببساطة شديدة أحد الشهود اللي استدعتهم المحكمة في نظر في قضية اتهام رئيس مبارك بقتل المتظاهرين والقضية اللي كان فيها وزير الداخلية وعدد من قيادات الشرطة القضية في نظرها التاني بمعد نقد الحكم الأول واللي أنا كنت ضمن مئات الشهود ومن ضمن الشهود ولكن المشير راحل حيسين تنطاوي ورئيس الأركان السابق عينان ورئيس المخابرات السابق عمر سليمان يعني أسماء كلها من الشهود اللي أنا كنت برضو من ضمن شهود لكن طبعا البعض من الكارهين يعني مقرر إن أنا اللي برقت مبارك يعني مسألة والشهادة أنا كنت باشهد في المحكمة لمدة سبع ساعات كانت تنزل على تويتر كلام لا علاقة اللي أنا قلته ورغم في التشوير والتشهير والتشويش وكل ده يعني معتدنا وتعودنا عليه وصار معتمدا حتى إنه صعب نفيه يعني الكسبة لما بتكبر بيصعب نفيه لكن ومع ذلك أنا بس عايز أثبت الموقف هنا القص لأنه كلام هنا عن القضاء المصري بأن أنا كنت شاهد في محكمة أنا استدعيت من المحكمة بصفتين صفة شاهد اللي هو متظاهر كان في المظاهرات يناير والصفة التانية محلل سياسي أو بالمعنى القريب من من القضاء والمحكمات يعني خبير فني وسؤلت على مدى 42 صفحة يعني ده أقوالي في شهادتي وطبعا الشهادة دي كموجود في القفص ساعتها السيدان جمال وعلاء مبارك والرئيس الراحل وقيادات الشرطة طبعا السابقة المهم أنه سؤلت بصفتين صفة الشاهد وصفة المحلل السياسي حتى أنه رئيس المحكمة القاضي الجليل ومستشار الجليل الرشدي وكان يعني يعني يكرمني يعني ويزيد كرمهم الشديد يعني في أنه يطفي علي صفات فيما يخص محلل سياسي ممتاز ومعروف بالكفاء يعني فأدي كشاهد هل أنت شفت قتلة في مظاهرات يناير فأنا قلت اللي أنا قلت وابل كده في النياب اللي هو أن أنا شفت ناس مرفوعة على الكتاف ومتشالكة أنها يعني نعوش طائرة وبيقولون أنهم اتضربوا بالرصاص المحكمة سألتني أنت رحت حققت الوقع دي شفتهم لا طبعا ما رحتنا في ملايين المتظاهرين وانا بالنسبة لي كان وضعي كمان في المظاهرات شديد الحرج أنه الناس اللي عايزة تتضمن معاك الناس اللي عادة يتصور معاك الناس اللي بتبوسك الناس اللي عايزة تناقشك فكان من المستحيل أنهم يا جماعة تعالوا روح نشوف يعني فإنما ده اللي كان بيتسمع هل شفت ضرب بإطلاق رصاص فقلت شفت يعني ما كان يوش بإطلاق الرصاص من أسطح جامعة الأمريكية في مدان التحرير وحيث كنا موجودين في الوقت ده 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 شهدتي كشاهد لا شفت حد ضرب الرصاص عينا ببيانا ولا شفت قتيل وتبينت مقتلة طيب كمان محقق كمحلل سويلت بن المحكمة في حضور السيدين جمال وعلاق مبارك هل تعتقد كمحلل سياسي انه رئيس مبارك أمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين فانا قلت في المحكمة وهفضل أقول غيرت ما موت انه كان حتى يقول هل المتهمة السيد محمد حسني السيد مبارك قد أمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين فانا قلت انه رئيس السابق حسني مبارك بطل من أبطال حرب اكتوبر وقائد من قادة اكتوبر اللي دفعه عن الشعب المصري وحربه من أجل مصر فلا أظن أبدا ولا أتوقع إطلاقا انه يؤمر بقتل الشعب فانا أنفي تماما كمحلل سياسي اي فكرة او اي نوع او اي يعني خاطر انه مبارك أمر بإطلاق الرصاص ثم عقليا لو كان أمر بإطلاق الرصاص لكانت مجازر احنا كنا ملايين في الشوارع لو أطلق الرصاص كانت مجازر انا بقول كده بوضوحة مرة تانية ودي شاة ده بقى أبى من أبى شاء أبى من شاء حب اللي حب كره اللي كره دي قصاصهم مع نفسه يعني واحد من شباب ستة ابريل كان الله في عوني لأنه في الفترة دي فعلا كان سجين ويعني وإحساسه بالظلم كبير وإحساسه بالضغط أكبر وحصاره النفسي هائل وأنا يعني متفاهم تماما لما بعت مقال بهاجم في إبراهيم عيسى وقد كان صديقا يعني عزيزا وأخا صغيرا يعني إنه شهاد المبارك وإنه مش عارفه هو يعني هو لا شاف الشهادة ولا شاف أنا قلت عليه هو شخصيا إيه في نص المحكمة في شهادة المحكمة أو عن ستة أبريل كمان يعني وشهادة أفخر بيها لأنها شهادة أمام الله وأمام التاريخ يعني ولك اتنين واربعين صفحة اتناشر ألف كلمة طيب أنا ماقول ده لي دلوقتي عشان نفصل حق الاختلاف والمع مبارك عن انصاف الرجل في وقعتين وقعة الأولى إنه اللي عايزي أقول يقول هو بطل من أبطال حرب اكتوبر وأنا أتمنى وأحلم وأدعو الله صلى الله عليه و تعالى أن يغفر لكل من شارك في اكتوبر ما تقدم منذان به وما تأخر الحاجة التانية إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال يكون أمر بطلق الرصاص على المتظاهرين وعلى الشعب المصري النقطة التالتة بقى اللي جمال مبارك بيتكلم عنها في البياندة كله هي قصة الفساد الاقتصادي أو الفساد المالي أو التربح من السلطة طيب خليني برضو أبقى شديد الوضوح كل ده عشان أعلق على كلمة مبارك يا جاهز يا جماعة ولا لسه طيب خلينا أنا لسه في محط التمهيد يعني في ظني أنا شخصيا يعني إنه مبارك ما كانش محتاج إطلاقا أي نوع وبالمناسبة ولا رأي رئيس مصري خالص من أول نجيب لغاية الآن ما تصورش إطلاقا إنه الرئيس المصري في حاجة إلى أنه يثري نفسه في السلطة والحاجة دي إنه أساسا البلد بتبقى كلها تحت أمره يعني البلد كلها بتبقى تحت أمره يثري ليه قصور رئاسية استراحات رئاسية يعني ما فيه مش محتاج الرئيس مش محتاج يمت ديده في جيبه يطلع عشرة جنيه بالذات بقى الرئيس المبارك ما كانش متصور إنه هيمشي أساسا خلود تلاتين سنة فيمشي ليه وهو أساسا ياخد فلوس ليه ما هو قاعد بلا هتطرح فيه هو يعمل ليه بيها يعني هيخدها يتفسح هيكون سهروات فالرئيس قاعد بله تلاتين سنة ولا شكل حكاية فلوس ولا عمره عرف أقضي إيه مش أقضي إيه ولا مين إيه ولا الانفاق على إيه كل حاجة بتتعمل عادي يعني مصري يعني وما ظنيش إنه فيه أي حد من نجيب في حصر الجمهورية دي كلها حسب أي رئيس على زميته المالية أصلا طيب إذن ولما بيقول هنا جمال مبارك إنه هو الوالد والوالدة ما لهمش أي أصول في الخارج أنا أصدق جيد اللي هم أصول في الخارج اللي يعملوا إيه أصول في الخارج بقول لك مصر بتاعتهم يعملوا إيه من الأصول في الخارج دي أصلا طيب إنما القصة هنا قصة جمال وعلاء قصة الأبناء ومن هنا بقى تعالوا نسمع أول مقطع قاله جمال مبارك علشان مهم للغاية نعرف هو يعني بيتكلم عن عصر والده إزاي ثم عن ما بعد يناير إزاي وعن القضاء المصري إزاي تعالوا نشوف